برجة دلو أسبوعك من النهار الثانين 14 لغاية 21 أكتوبر شو الأخبار الفلكية اللي بدأت طالق بداية الأسبوع رح بيكون حافل بالعمل والمصاريف والنفقات والإنجازات ولكن رح بتلاقي حل لكل المسائل العالقة المالية ورح بيكون عندك مكسب مالي من أعمال إضافية وهيضاً لهدول اليومين بتمنى عليك تخفف بصريفك شوي لأنه النفقات بدأت تكون عليك كتير ممكن تتلقى هدية أورد تكريم وظيفة جديدة والأهم من هيك أنه نهار الأربعة ونهار الخميس هول اليومين مفعمين بالحياة في تصاعد مثل ما منقول بالحصوص لأنه الأمر بالحمل بيخليك تكون متقدم على البقية على كل محيطك بزكائك وسرعة بديهتك وقدرة إقناعك الآخر بوجهة نظرك باجتماعاتك بيحتى حل المسائل الصعبة اللي كان لحداً عم بيقدر يحلها أنت اللي قادر تحل هالأمور كلايتا من ناحية تانية بحب أقولك أنه هالإكتمال الأمر اللي بدوا يصيري بـ 17 شهر هو مريح لإلك ممكن تكمل معك بمصالحة مع خي أو أخت ممكن تكمل معك بيعقد شهرة معينة شراء سيارة أدوات إليترونية عمل هيك من مقاطعة لمقاطعة يعني انتقال يعني هول اليومين بقلك يومين حتى الأمور العاطفية بكون إليك هتا وأنت بتكون متقدم أما النهار الجمعة الخميس والجمعة هدول اليومين وكأنه فيه هيك هدوء تهدى الأمور وبيصير في عندك اهتمام بعيلتك بكل الأمور المستوجبة عليك من حل القضايا من دفع أموال مستحقات للبيت ممكن يكون في عندكم مناسبة حدا جاي لعندكم عم تركدوا عم ترتبوا البيت استقبالات يمكن أنت عندك سفر عم بتجهز حالك بدك تسافر ناس من الخارج عم يتواصلوا معكم وبتلاقوا الحلول لكل الأمور من ناحية تاني بقلك انه انتبهوا بس على صحة أحد المكربي ممكن تنشغلوا فيها ونهار الأحد هيدا بدي يكون مميز لأنه هذا الأحد منقله النهار يلي بده يكون يعطيك حقك وحبة تمسك بالمال بالعلاقات العاطفية بالنجاحات بالدراسات بأخبار تتعلق بولادكم حلوة وعلى بالك تكون تسهر تمرح تطلع تمارس هوية معينة وحتى اهتمامك بجمالك بده يزيد يعني فيه اهتمام بالجمال وفيه طل غير شكل والمعجبين حواليكم بكونوا كتار هيدا هو اسموعك حبيت؟ اكتب لي بالتالي